لو خرجنا برا مصر وفي اطار الناس المهتمة بكورة هنلاقي ان جماهير سيلتك النادي سيلتك الاسكتلندي وشفنا المشهد ده كل الناس شافيت مالي المدرجات حرصة الجماهير دي على دعم فلسطين من خلال مواجهة أثناء مواجهة ضيف النادي فريق أتليتكو مدريد الإسباني والمقامة على ملعب سيلتك بارك ضمن ملافسات الجولة التالتة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا الفيديو معنا هوت نشوفه بس كده وبعدين نعلق عليه المشاهد دي طبعا ما تشوفه من بارح مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني برغم مهما الناس تحاول تمنع الناس عن تعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم مش هتقدر لازم المحاولات دي قدام إصرار الناس وعزمتها لازم تفشل ولازم القضية الفلسطينية العالم كله يتكلم عنها ويشوفها وقادي المدرجات الأوروبية بنشوف المشهد ده مشهد عظيم والحالة دي يعني حالة جميلة جدا يعني فينه الصوت والناس بت... لا 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 ان شاء الله يعني نصر فلسطين ان شاء الله يكون قريب بإذن الله ودي مش المرة الأولى كمان اللي بيدعم فيها الجمهور سلتك الشعب الفلسطيني يعني مثلا في سنة 2014 المشجعين النادي قاموا بالتضامن مع القضية الفلسطينية بعد قصف إسرائيلي عنيف على غزة قاموا بالهتاف لدعم القضية الفلسطينية زي اللي احنا بنشوف دلوقتي وفي 2016 كمان قامت جمهير فريق سلتك برفع الأعلام الفلسطينية خلال مباراتها مع فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في إطار تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا وعرض النادي لعقوبات تعرض طبعا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث تم تغريم الجمهير مبلغ 15 ألف جنيه استرليني السؤال هنا هو ليه جمهور سلتك بيدعم القضية الفلسطينية وأي قضية بتتعلق بالدفاع عن الحق في الأرض يعني كل واحد يسأل نفسه هو ليه الحماس قوي في التشجيع وليه الناس تعرضت لعقوبات قبل كده ومع ذلك ما زالت مستمرة في دعمها القصة بترجع لتاريخ تأسيس النادي الإسكتلندي سنة 1887 عن طريق مهاجرين أيرلنديين كان سبب انتقالهم إلى إسكتلندا هو الهروب من المجاعة والاستعمار اللي فرضوا الاحتلال الإنجليز من الوقت ده قرر جمهور وملاك سلتك إعلان التضامن مع كل القضايا الإنسانية في العالم وعلى رأسها طبعا قضية القضايا القضية الفلسطينية وأي شعب بيعتقد أنه متهد وبتوقف مع جمهير النادي مع جميع مطالب الشعوب اللي بيعتقدوا وبيتأكد النادي منها وجمهوره أنها شعوب محقة في الحالة اللي بتعرض لها فمثلا يعني النادي سلتك أبدى دعمه لشعب جنوب أفريقيا ضد التطهير العرقي شكرا